موسيقى من القاهرة والناس نشرة اخبارية جديدة اليكم ابرز عنوينها الرئيس عبد الناصر في دفعة الشازلي انذار على يد محضر لرئيس الوزراء المنتخب الوطني خطوطين للامام والاسد مشكلة امريكا في رؤسائها واليكم تفاصيل النشرة ابطال جدد فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفلة تخريج دفعة السابعة والستين بحرية دفعة الفريق الشازلي والدفعة الرابعة والاربعين دفعة جوية بمقر الكلية البحرية بالاسكندرية قائلا ان تخرج دفعتين جديدتين يشكل انضمام جيل جديد الى القوات المسلحة يساهم بفاعلية في ذودي عن الوطن بعد ان تم اعدادهم علميا وعسكريا وفقا لاحدث المناهج في اطار اعداد الكوادر من ضباط المستقبل القادرين على العمل بكفاءة واقتدار لتأمين مسرح العمليات البحري والجوي في مصر هذا وادى الخريجون عروضا عسكرية لتكسيد قدرتهم على حماية مياه وسماء الوطن كما شاركت حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز المسترال في حفل تخرج طلبة الكلية البحرية وكلفت بانزال قوات الابرار الرئيسية على ساحل المعادن لدعم اعمال قتال احد تشكيلات البرية واستعرضت عناصر ضفاضع البشرية عملية اسقاط من المروحيات لتنفيذ دعم اعمال القتال والدفاع عن سواحل مصر الاطباء يهددون الوزراء فقد ارسلت النقابة العمل الاطباء انذارا رسميا على يد محضر لكل من رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الصحة الدكتور احمد عماد طالبت فيه بتنفيذ حكم بدل العدوى خلال ثمانية ايام من تاريخ استلام الانذار وإلا ستقوم النقابة برفع جنحة مباشرة استنادا الى حكم المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على حبس كل موظف عمومي يمتنع عمد عن تنفيذ حكم قضائي قررت محكمة جنح بولاق الدكرور معاقبة عشرة متهمين بالسجن ثلاث سنوات وتغريم كل منهم اتى الف جنيه على خلفية ضبطهم في الخامس والعشرين من ابريل الماضي خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وكانت المحكمة قررت اخلاء سبيل المتهمين بكفالة الف جنيه ووجهت نيابة الى المتهمين تهم الانضمام لجماعة ارهابية وإشعة اخبار كاذبة لتقدير السلم العام والتحريض على مؤسسات الدولة خطوطين للامام فقد تقدم المنتخب الوطني مركزين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليحتل المركز الثالث والاربعين عالميا كما تقدم المنتخب البرتغالي بطل كأس الامم الاوروبية يورو 2016 مركزين ليحتل المركز السادس متفوقا على منتخب فرنسا صاحب المركز السابع رؤساء امريكا يفتقدون الخبرة هذا ما اكد هو الرئيس السوري بشار الاسد خلال حواره مع ام بي سيلة امريكية واصفا ذلك بانه خطر على الولايات المتحدة ففي اجابته على سؤال عما اذا كان يشعر بالقلق اذا اعدم خبرة المرشح الرئاسي دونالد ترامب في السياسة الخارجية اجاب ومن كان لديه الخبرة من الرؤساء الامريكيين اوباما وجورج بوش وبيل كلينتون لم يكن لديهم خبرة وهذه هي مشكلة الولايات المتحدة وإلى هنا مشاهدين انتهت نشرتنا ألقاكم في نشرة اخبارية جزيبة اشتركوا في القناة